موسيقى صباح الخير انضمت درجات الحرارة إلى مستوى التدني السياسي ولامست برودة الطقس السقيع الحكومي المصحوب بالكتل السياسية المتأثرة برياح خارجية في السياسة عاصفة بأسماء متنقلة وفي المناخ فأن عاصفة ويندي تسلمت حقيبتها من يوهان وفرضت عطلة مدرسية اليوم وغدا بقرار صفق به الطلاب للوزير الياس بصعب وشجعت على احتكار المزود في قرى السقيع ولأن النازحين من السوريين يسكنون العاصفة بلا اسم ولا غطاء سوى خيم التشرد فقد كانوا أول من يموت حرقا تحت البرد ثلاثة أطفال حلموا بموقدة نار فقضوا تحت التفحم في حكاية واحدة من حكايا النزوح بيروت التي لون البرد ثواحلها عاشت دفءا سياسيا ببقاء الرئيس سعد الحرير ضيفا على لبنان على الرغم من انقضاء مهلة التأشيرة التي منحها لإقامته في بيت الوسط ولأن العاصمة لا تتسع لرئيسي حكومة فقد غادر الرئيس تمام سلام إلى إيطاليا في زيارة يؤمل منها وعلى الرغم من خصوصيتها أن ترد خطر أبو بكر البغدادي عن روما وسلام سيتابع الأسبوع المقبل الخطر الإرهابي الذي يشاركه لبنان مع محيطه وكل أوروبا وذلك في اجتماع موسع للتباحث في السبل الأمية لمكافحة ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب وأبعد من أوروبا إلى الأمم المتحدة ومفادها ستيفان ديمستورا العائد إلى سوريا بعد نقله استعداد النظام السوري تعليق قصف حلب لستة أسابيع إلى مجلس الأمن ومنها إلى واشنطن لأخذ البركة لخطته بتجميد القتال في حلب وبانتظار أن يبني النظام المقتضى على خلاصة تحرك ديمستورا أعلن وزير أعلامه لوكالة رويترز أن تقدم الجيش السوري على حساب داعش أكبر من أي إنجاز جرى تحقيقه من قبل التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة والتي رفضت فكرة الشراكة مع دمشق في المواجهة وقبل العواصف السياسية والمناخية طار ديفيد باراجوانف من المحكمة الدولية وجرت تنحيته لأسباب قيل أنها صحية وخلفا له عينت المحكمة القاضية إيفانا هيردليشكوفا رئيسة جديدة وأعيد انتخاب القاضي اللبناني رالف رياشي نائبا للرئيس حريق في عكار بسبب التدفئة يلتهم خيمة لأسرة من النازحين ويقضي على ثلاثة أطفال لم يطلبوا كثيرا من الدفء في العاصفة لم يطلبوا دفءا بحجم حريق في خيمتهم الصغيرة فوق السطح لم يصلي طلال وصباح وروع سليمان من أجل موت يأتيهم على شكل نار تلتهمهم وهم نيام هنا فوق هذا السطح في بحنين قضاء المني نصب الوالد السوري النازح خيمة ليؤوي عائلته فالتهمت النار الخيمة جراء احتكاك في التيار الكهربائي والتهمت معها ثلاثة أجساد بيضاء صغيرة صارت سوداء لم ينفع تدخل عناصر الصليب الأحمر ولا دموع الوالد في إطفاء الحريق الذي فتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة أسبابه طلال وصباح وروع لم يقضوا نحرا ولا بقطع الرؤوس ولم تسحقهم البراميل المتفجرة بل قتلهم زل النزوح غير المنظم ويندي تشتاح لبنان والسلوج لامست 300 متر والبرد غطى الصواحل اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت والمواطنون يطالبون المعنيين بالتدخل لمنع احتكار المزوط لسيما في المناطق الجبلية ها هي العاصفة ويندي قد وصلت الأراضي اللبنانية وبوادرها التنبئ برداء أبيض يشمل قرى لم تعرفه منذ سنوات طويلة ومع كل عاصفة وعلى الرغم من تحذيرات قوى الأمن لكن حماسة بعض المواطنين والطرار البعض الآخر أدى إلى زحمة سير لا سيما على الطريق الدولية المؤدية إلى ظهر البيدر المساعة 10 الصباح منها واصل على المريجيات وقوى الأمن ونحتك تكمل مجانزة بس عبا يخلوا أحد الربعية تدفع بس العاصفة المستمرة حتى يوم السبت ومع ارتفاع أسعار النفط عالميا واجدها البعض فرصة للاحتكار أنه المحطات كلها معباية عندها مزوط واسنطرين للغالة مش عبيعطوا حدا وشايفين الطقس كلكون سوا وعالم في عندها أطفيل وكذا ومش عبيعطوا مزوط لحدا يعني صحيح رقص المزوط بس ما حدا قدر يعبي كمية كبيرة ببايته اليوم نزلنا عبا يروت كرمال عبي مزوط وهذا الكوين وبعدم بالسيارة الوضيقة وردي بكرة يستلش قمات بكرة أنا رجل قديم من 84 سنة عم بحكي أنا مرد علي كثير بكرة يأخذ وحضر أهل بال كله وعند البعض الآخر أعطتهم مندي فرصة لممارسة بعض الهوايات خصوصا أن الشتاء الماضي حرمهم إياها نحن جامعة الفورويل درايف بمنطقة المتن جباتنا مجهزة كلها للتلج وعندنا ريسكيو تيم إذا حدا نقطع نحن مننزل منشيله وهينا جينا هلأ بلشنا نشفت على التلج والشباب كلهم محمسين أما من بغته التقص العاصف في منطقة المديرج دهر البيدر فقد أثر ترك سيارته وانتظار من يقله إلى مكان آخر هنا نقطة دهر البيدر هذه هي النقطة الأقصى التي نستطيع الوصول إليها مع اشتداد العاصفة ووصول سرعة الرياح إلى 70 أو 75 كم في الساعة بدأت تتراكم طبقات الجليد وترتفع سماكة الثلوج بشكل بلحوظ جدا وفي الجو هذا عناصر قوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر في حال استنفار قصوى بتمنى من المواطنين التزام بإشارات وتعليمات رجال قوى الأمن الداخلية لأنه هي لمصلحتهم خاصة أن الحواجزة بمناطق بعد ما فيها تلج المواطن بيوصل ما بيعرف الوضع قد يش سيء على ظهر البيدر وبتمنى من المواطنين أي مشكلة بتوجههم مباشرة يتصلوا على المية واثناش نحن جاهزين 24-24 لنتدخل بشكل مباشر الأمر عينه كان في سائر المناطق ففي منطقة الشوف تساقطت السلوج ابتداء من ارتفاع 700 متر حيث سيطر الجو البارد المترافق وأمطار غزيرة ورياحا شديدة وغطى الثلج مرتفعات جبل الشيخ وقرى العرقوب وشبعة وصحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة ورياح عاتية ما دفع الناس إلى التزام بيوتهم إلا للحالات الطارئة تساقطت الرياح القوية الصيادين على ملازمة منازلهم بعدما رفعوا مراكبهم وتوقفت حركة الملاحة البحرية في مرفأ المدينة بسبب ارتفاع الموج وكان البرد قد لامس العاصمة بيروت وعددا من المدن الساحلية هذا وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أي تساقط الثلج يوم الجمعة على ارتفاع 300 متر باسل العريض غناة الجديد وزير الصحة والأبو فعور يعلن عن اقفال دور الحضانة حتى الاثنين ووزير التربية يؤكد اللامدارس أيضا حتى الاثنين ويستقبل وفدا من هيئة التنسيق النقابية على هامش استقباله وفدا من هيئة التنسيق النقابية في وزارة التربية أعلن الوزير لياسبو صعب اقفال المدارس الرسمية والخاصة يوم الجمعة بسبب الأحوال الجوية العاصفة بكرة والسبت رح يكونوا اقفال لكل المدارس في لبنان على أن يتعاود الدروس يوم التنين وبطلب من كل المدارس إن كانت خاصة أو رسمية الالتزام التام بالقرار وأي مدرسة ما بتلتزم بدأت تتحمل مسؤوليتها وبطلب من الطلاب ومن أهليهم يعتبروا أنه هذا القرار هو القرار الرسمي لحضورهم للمدارس مثل ما حكايت مبارح مع الأسادزة بالتعليم الرسمي كررت وقوفي إلى جانب المطالب المحققة للأسادزة وكررت وقوفي إلى جانب وحدة التشريع اللي عم بيطالبوا فيها وما زالت عالقة واتفقنا نحن وإياهن على خطة عمل رفعوا لي بعض المطالب اللي ممكن تكون فيها تنحل على مستوى الوزارة وأنا رح يشتغل عليها بهاليومين واتفقنا على آلية للعمل بالمستقبل مع هيئة التنسيق بشكل عام بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الاجتماع كان مناسبة لعرض آخر التطورات التي وصلت إليها قضية سلسلة الرتب والرواتب وقد طلق النقيب نعم محفوظ مفاجأة غير سارة تفيد بأن بند وحدة التشريع لم يقر كما كان سبق ووعد أنه موضوع وحدة التشريع اللي أنا وحدة التشريع بين الرسمي والخاص اللي أنا اعتبرت هذا الموضوع حسن بآخر اجتمع للجيال المشتركي وكان إلي كلام مباشر مع الأستاذ إبراهيم كنعان ومع الشيخ فريد مكاري رئيس للجيال المشتركي بتفاجأ هلأ من معالي الوزير أنه هذا الموضوع الأمن حسم ولم يقر أولاً بضي أطلب توضيح من دولة الرئيس فريد مكاري ومن أستاذ إبراهيم كنعان حول الكلام اللي قالوا لي أنه هذا الموضوع امتهى وأنا عم أقوله بقول لكل المسؤولين بالبلاد هذا الموضوع واحده بيشعل مع المدرس الخاصة وكانت هيئة تنسيق قد وعدت في تشرين الأول الماضي عقب اجتماع للجان المشتركة في مجلس النواب بأن وحدة التشريع سالكة ومعها تسلك السلسلة طريقها فأتى آنذاك هذا التصريح المتفائل وكوني أكيد معاً الوزير آخر ناس نحن بهمها تنزل للشرع ونحن مكننا الطبيعي يصفوف نشتغل تربيي أنا بس بدي أقول ما أحداً يدفعنا دفعاً للعودة للشرع نحن ما بدا نرجع للشرع إلا أن محفوظ ورفاقه سمعوا ما لا يرغبون وشعروا بالخديعة فما كان منهم إلا التلويح بالتصعيد ورب ضارة نافعة خصوصاً لطلاب المدارس الذين تناقلوا فيما بينهم شريطاً مصوراً لوزير التربية على وقع أغنيات من حبك من حبك لزوجته جوليا مقتل المطلوب أبو المدارس في البداوي في أثناء تبادل لإطلاق النار بينه وبين دورية لقوى الأمن الداخلي أصيب ضابط في قوى الأمن الداخلي في أثناء عمليات دهم نفذتها قوة من فرع المعلومات لمنزل المطلوب وائل يوسف في محلة البداوي ترابلوس وقد أفادت قوى الأمن الداخلي أن قوة من شعبة المعلومات دهمت منزل فلسطيني مطلوب للقضاء هو وائل يوسف من موليد عام 79 ويلقب بأبو المدارس نسبة إلى توزيع المخدرات على تلامذة المدارس وفي حقه 109 مذكرات وأحكام قضائية بجرائم قتل وإتجار بالمخدرات وسرقة وتزوير وإلقاء قنابل يدوية وفي التفاصيل أنه في أثناء عمليات الدهم بادر المطلوب إلى إطلاق النار في اتجاه القوة ثم أقدم على إلقاء قنبلة يدوية ما أدى إلى إصابة الضابط نون صه بشاضية في كتفه ما اضطر العناصر إلى الرد على مصادر النيران أصيب إثرها المطلوب في رقبته وجرى نقله إلى مستشفى النيني للمعالجة وقد فارق الحياة لاحقا متأثرا بجروحه إعلاميون منذ أكثر من عشر سنوات يمارسون مهنتهم بلا شهادات وشهادات على وعد كلية الإعلام في الفنار تحقيق رشال كرم منذ أكثر من عشر سنوات وبعض طلاب قلية الإعلام في الجامعة اللبنانية يتنقلون في سوق العمل من دون الحصول على شهاداتهم طلب إليهم غير مرة إداعوا أسمائهم مكتب الشؤون الطلابية ولكن عبثا رافقنا هؤلاء الطلاب في عملية تقديم أسمائهم للمرة الثانية والثالثة بحثا عن أسباب التأخير وحلوله عدد كثير كبير من الطلاب ما بيأخذ شهادة إلا شهادة فاضية بعد عشر سنين ما عنا إلا هيدي أخذناها نحن سلمونا إياها بالألفين وخمسة اليوم بالألفين وخمسة عشر بعد ما معنا شهادة منفوت على سوق العمل متسالحين بإفادة مرات بيدحكوا علينا أنه كيف فليتوا من جامعة ما معكم شهادة وحتى بيشككوا فينا شاعة قدامت طلب جديد كرميل أخذ الشهادة سبع سنين ما بعرف بصراحة بعرف أنه ما أخذناها أخذنا إفادة ولهلأ ما بعرف لي ما أخذناها تاني مرة سبع قال لأن ما كنت تحضروا تخرج فما عندكم شهادة طب إذا واحد محضر التخرج تعبوله بركة كان مسافر يعني ما بيطلع له شهادة هيدا شي لوجيك؟ اللي ما قدر يحضر حفلة التخرج لأسبابه هو اللي عنده يعني في ناس كانت مسافرة في ناس مقاطعة سياسيا ما بعرف كل واحد عنده سببه المبدأ أنه إذا ما حضرت حفلة التخرج ما بتاخد الشهادة أو المبدأ إذا تعلمت لأربع وخمس سنين مفروض تاخد الشهادة حملنا قضية الطلاب إلى العميد الجديد لكلية الإعلام الدكتور جار صدق الذي يعقد الطلاب آمالهم على ديناميكيته وحزمه عله يفرج عن شهادتهم أوقات كثير الطلاب ما بيقدموا طالبات أوقات كثير الطلاب ما بيتابعوا أوقات كثير في عنا شرات بعدها بيجريد لحد هلأ ونحن مع طلابنا بس مش طلابنا دايما معهم حق بس أنا عن أكد هلأ سنة كل طالب معه إجازة حقه ياخد الشهادة وهلأ نحن فتحين المجال لآخر شباط تيكون معنا مجال أنه نحضر الشهادات من بعد شهر شباط ما بيقعد فيه أقبل طلبات ما يجي واحد بكرة قبل التخرج بجمعتين يقول لي أنا بدي الشهادة الشهادة اللي عنا نحكي عنا منا الشهادة الرسمية هاي الشهادة اللي عم نعلقة على الخير اللي هي فقط من شهادة ديكور لأنه الإفادة اللي هي متى قيمة شهادة واللي عليها علامة الطالب واللي هي الطالب بعوزة هاي بيخدها الطالب 24 ساعة الشهادة الديكور بينعملوا بحفلات التخرج مش دائما أن ينعمل حفلات التخرج سنوية هلأ بالماضي كانوا اللي يشاركوا بحفلات التخرج توزع عليهم السنة عم نقول أنه كل واحد بيسجل اسمه بتتحضر هاي شهادة بتاخد وقت من حضر أو ما حضر أكيد تذهب الأيام وتأتي وهؤلاء لا يزالون متمسكين بشهاداتهم على أن يتمكن من يعيش في الخارج أن يسجل أحدهم اسمه وفي انتظار شهر نيسان يبقى أن لا تكون هذه القضية كأول يوم فيه رشال كرم قناة الجديد إسرائيلية في فريق هبة طواجي في برنامج The Voice بين رفض التطبيع وعدم الانقطاع عن العالم تقرير جاد غسون قررت الفنانة اللبنانية هبة طواجي الاشتراك في برنامج The Voice بنسخته الفرنسية دمجت بين الفرنسية والعربية لدى غنائها أغنية لا بداي ولا نهاي من كلمات الراحل منصور الرحباني بهرت طواجي لجنة الحكم وكان عليها اختيار أحد أعضاء اللجنة لتصبح جزءا من فريقه في المراحل المقبلة من البرنامج اختارت طواجي ميكا الفنان البريطاني ذا الأصول اللبنانية قررت شارن لالوم الاشتراك في برنامج The Voice بنسخته الفرنسية دمجت بين الفرنسية والإنجليزية في أغنية راب قبلها ثلاثة من أصل أربعة يشكلون لجنة الحكم اختارت شارن ميكا أيضا وأصبحت من ضمن الفريق نفسه التي تشارك فيه طواجي غير أن لالوم زميلة طواجي في فريق ميكا إسرائيلية لم يسجل على طواجي أي خطأ ولا أي لائمة غير أن مجرد معرفة أن إسرائيلية ستكون معها في فريق واحد أثار حذر المقربين إلى طواجي لجهة إمكانية محاولة إقدام لالوم على إثارة بلبلة تشبه تلك التي خلقها حادث السلف الشهير في مصابقة ملكة جمال الكون الأخيرة في ميامي هنا الفرق كبير بين الخبرين فلا تواصل بين طواجي ولالوم حتى عن طريق الخطأ كما أن طواجي وعلى الرغم من شعور كثير من اللبنانيين بأنهم معنيون بمشاركتها في البرنامج الفرنسي فإنها هناك بصفة شخصية وليست ممثلة لبلدها مع تكرار وجود لبنانيين وإسرائيليين في مصابقات ومحافلة دولية واحدة وتكرار حالات عدم معرفة كيفية التصرف في وضعيات كهذه فلنلجأ إلى ما يحدده القانون كإطار للتصرف الشق العرفي أكيد أنا مش لازم تم أي اتصال مع أي شخص من رعاية بلاد العدو الشق القانوني إذا ما كان أحد هؤلاء الأشخاص المعددين في القانون لا ألاحق جزائيا ولكن نرجع ونحكي أنه كل شخص كل مستوطن أو كل أحد رعاية الكيان الصهيوني الغاصب هو مجند في الجيش الجيش العدو يعني إن كان نساء ولا إن كان رجال بيتجندوا بجيش العدو وهو دي بوقت من الأوقات بيجوا بيحاربونا هل مطلوب من ينسحب من كل شيء طيب بس يبرر مقاطعة بإسرائيل؟ نحن مش مطلوب منه ننسحب من أي مكان بتواجد فيه الإسرائيلي نحن يجب أن نسعى على أن الإسرائيلي ينسحب من المكان المتواجد فيه نحن اللي منسعى لإله إنه ما نتواصل مع هذا الشخص ما نبديله أي أي طلاطف أو أي سلام مثل ما ذكرت سابقا نكون نحن عم نظهر حقنا ونظهر مدى عدائيتهم ومدى إجرامهم بحقنا هذا بيكون كافي لألنا تبقى السابقة التي أرستها ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي التقطت لها صورة مع ملكة جمال إسرائيل من خلال فعاليات المصابق الكونية فكان رد رزق أنها تفرق بين شخص ملكة جمال إسرائيل التي تتشارك وإياها في مسابقة جمالية بعيدة من السياسة والكيان الإسرائيلي ككيان وكسلطة التي هي المسؤولة عن الاعتداءات على لبنان لم تعد رزق متعاملة يوم ذاك لبل هي من أكثر ملكات الجمال تقديرا في لبنان هل يصبح الفصل بين السياسي والشخصي قاعدة التعاطي في المحافل الدولية؟ أم أن الدولة ستتدخل يوما لسد أي منطقة رمادية في قوانينها التي تحدد أطر التعاطي مع حالات مماثلة؟ جدغسن قناة الجديد أعلنت الحكومة السورية أن نجاح مبادرة الأمم المتحدة لتجميد القتال في حلب يعتمد على مدى قدرة دول الداعمة للمسلحيين على إجبارهم بالالتزام بالهدنة مؤكدة أنه لم يجري بعد وضع جدول زمني للهدنة التي يعمل من أجلها المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا وفي مقابلة مع رويترز قال وزير الإعلام عمران الزعبي أن تقدم الجيش السوري على حساب تنظيم الدولة الإسلامية أكبر من أي إنجاز جرى تحقيقه من قبل التحالف وأضاف أن قوات الجيش السوري تتقدم في كل المناطق مشيرا إلى أن ما ينجزه الجيش يوميا أكثر أهمية بأضعاف مضاعف مما يقوم به كل ما يسمى تحالف ضد الإرهاب فالجيش السوري أيضا يستخدم الطيران والأسلحة والخطط العسكرية ضد داعش والنصرة وهو الأكثر خبرة في الميدان ونبقى في سوريا حيث المعارك لا تزال محتدمة في حلب ومحيطها وضبط أنفاق تحت البدينة بعدما أعربت الحكومة السورية عن استعدادها لوقف القتال في حلب مدة ستة أسابيع شرط خروج المسلحين من مناطق سيطرتهم احتدمت المعارك ثانية في المدينة ومحيطها فقد أعلنت الجبهة الإسلامية التابعة للجبهة الشامية في حلب استعادتها للسيطرة على قرى وبلدات كان الجيش السوري قد سيطر عليها في وقت سابق ومنها مزارع الملاح شمال غربية المدينة المعركة التي صارت في الملاح ليلة البارحة وصباح اليوم استمرت المعركة حتى هذه اللحظة وهي المعركة الآن دائرة في مزارع الملاح حيث تم طرد معظم الميليشيات من أرض الملاح ومزارعها تزامنا أعلنت الجبهة الشامية في بيان أسر نحو ثلاثين من الموالين للقوات الحكومية بينهم إيرانيون ولبنانيون من حزب الله بحسب البيان من جهة أخرى عثرت قوات الجيش السوري على نفق تابع للمجموعات المسلحة بطول أربعمائة متر يمتد من مباني الراشدين إلى البحوث العلمية غربية مدينة حلب وقد أكد التليفزيون السوري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قضت على عدد كبير من المسلحين من جنسيات مختلفة قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين في مزارع خان الشيح بريف ديمشق بينهم الإرهابي الفلسطيني أبو عبد الملك واليمني العسوسي والليبي أبو معاوية والتونسي أبو عثمان وفؤاد فروق كما تم القضاء على أوكار للإرهابيين في جبل السيس وعين البستان شمالي سعى سعى بريف ديمشق وقد أسفلت معارك حلبة ومحيطها التي انطلقت قبل بضعة أيام عن مقتل سبعين مقاتلا مواليا للحكومة السورية وأكثر من ثمانين مسلحا معارضا وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان صور ووثائق جديدة لأبي بكر البغدادي زعين تنظيم داعش تكشف عنها قناة سي بي أس الأمريكية نشرت شبكة سي بي أس نيوز الأمريكية صورة جديدة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية عبو بكر البغدادي وأظهرت صورة البغدادي في معسكر بوكا في مطلع عام 2004 مرتديا بزة السجن السفراء وكشفت تحقيقات سابقة للقناة الأمريكية أن البغدادي واحد من بين 12 قياديا داعشيا سجن في بوكا ولفتت إلى أن البغدادي قضى عشرة أشهر في السجن من شباط إلى كانون الأول عام 2004 وذلك بمرافقة ما يقارب 12 آخرين أضح جميعا من بين قيادات التنظيم المتطرف وفي التفاصيل التي أوردها موقع بيزنس إنسايدر تبين أن البغدادي اعتقل في أثناء اجتماعه بمسلحين مشتبه فيهم بالفلوجة ونقل إلى السجن في غضون أيام عدة من اعتقاله وأرجع سبب سجنه إلى أن الولايات المتحدة رأت أنه يعرض عملياتها العسكرية للخطر وكان البغدادي يعمل أنذاك موظفا في الجامعة ولم يكن هو المستهدف بالاعتقال بحسب ما أورد المتخصص بالجماعات المتطرفة هاشم الهاشمي في كتاب Inside the Army of ISIS إنما المستهدف إرهابي يدعى نصيف نعمان صاي وقد أظهرت هوية البغدادي أو البطاقة التي منحت له في السجن أنه اعتقل كموقوف مدني لا كإرهابي أو مسلح بحسب الهاشمي وتظهر الصور والأوراق الثبتية عن زعيم داعش إبراهيم عواد إبراهيم البدري الملقب بأبو بكر البغدادي أنه يحمل الجنسية العراقية وهو من مواليد عام 71 ولد في سمراء محافظة صلاح الدين ودخل كلية الشريعة بين عامي 91 و92 بجامعة بغداد أحييكم من جديد رد رئيس تكتل تغيير والإصلاح ميشيل عون على منتقدي موقفه المعترض على ما أسماه تمدد التمديد إلى المؤسسة العسكرية وقال في حديث للسفير إنه عرض العديد من النقاط البستورية والقانونية التي تثبت أن قرار التمديد لبعض ضباط المؤسسة العسكرية مخالف لكل الأصول فإذا بالبعض يتجنب الرد علي بالقانون والدستور ويهرب إلى الرد السياسي ومحاكمة النواية واستغرب عون إصرار محترفي الهروب إلى الأمام على تحوير الحقائق وتزويرها عبر ربط اعتراضي على هذا التمديد بحسابات سياسية أو رئاسية تنسب إلي وبينهم من يذهب إلى شخصنط الأمور من خلال الزج باسم العميد شامل روكوس في معرض استهدافي في حين أنه ليست لموقف أي صلة لا بالاعتبارات الرئاسية ولا العائلية بل ينطلق حصرا من ضرورة احترام المعايير المؤسستية وحول نتائج اجتماعه بالرئيس سعد الحريري في بيت الوسط اكتفعون بالقول أن اللقاء كان جيدا وإيجابيا رافضا للخوضة في تفاصيله الحريري يرى أن المدخل لوضع استراتيجية يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وتوافق بين بري وأبو فعور لتسهيل عمل الحكومة وأخبار إضافية في بانوراما محلية لعنان زلزلي استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط السفراء العرب المعتمدين في لبنان يتقدمهم عميد السلك السفير المغربي علي أمليل وفي كلمته لفت الحريري إلى ألل الحوار مع حزب الله هو لتنفيذ الاحتقان السني الشعي وللتخفيف من تداعيات مشاركة حزب الله بالحرب في سوريا وقال إن أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب لا تتم إلا من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية التي تتولى مسؤولياتها بجدارة على كل الأراضي اللبنانية ولكن المدخل الصحيح لوضع استراتيجية وطنية موضع التنفيذ الجدي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن كما استقبل وزير الصحة والأبو فعور وابحث معه التطورات السياسية الراهنة وكان الحريري قد التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة الأجهزة الأمنية عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد وزير الصحة والأبو فعور على توافق المواقف بين بري والنائب الممدد وليد جنبلاط لتسهيل عمل الحكومة ورفض الدخول في أي سوابق دستورية جديدة وخلق أعراف دستورية جديدة يجب أن نعود إلى إطار تفاهم سياسي ولكن ليس خلق أعراف دستورية كل الأمور تحل بالنقاش تحل في مجلس وزراء ولكن أن نقفز من أزمة سياسية في الحكومة إلى خلق أشكال دستورية جديدة فهذا الأمر نحن لا نوافق عليه الموضوع الآخر هو موضوع العمل مجلس النواب هناك مواضيع طارئة وهناك مواضيع ماسي يجب أن يجتمع لأجل مجلس النواب ويجب أن تعقد جلسة تشريعية لها عقد مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي اجتماعاً في حضور مفاوض الحكومة وليد عمار لدرسي وإقرار ورقة المطالب المتعلقة بحقوق الموظفين نتمنى من معالي وزير الصحة للأستاذ وائل أبو فعور بما له من سلطة وصائية على المستشفى أن يسارع بتزديق الأراض التي ستطلع إن شاء الله وأن يمنحنا حقوقنا ابتداء من أول شهر القادم بإذن الله وحتى نفتح صفحة جيدة بهذه المستشفى ومؤسسة شيع حزب الله وجمهور المقاومة الزميل في قناة المنار الشهيد حسن عبدالله الذي استشد في أثناء مواكبته الحرب على الجماعات التكفرية في ريف حلب الشمالي ووري الشهيد في ثرى روضة الشهدين في طار حملة سلامة الغذاء وبتوجيهات من وزير الصحة وائل أبو فعور أقفل مراقبو وزارة الصحة في قضاء بعبدة ثلاث مؤسسات للمواد الغذائية في منطقة الأوزاعي ووجهوا انذارات إلى أربع عشر مؤسسة إلى حين استفائها الشروط الصحية هلأ عم نعطيه اختار بتسويت وضعه الصحي للمؤسسة وبدنا نعطيه تعاهد أنه هو رح يتمم اللي نطلبه منه خلال عشر طيام وإلا يقفل بشمع الأحمر عاد إلى بيروت البطرياكو الماروني ماربشارة بوتوس الراعي أتيام من روما وأكد في تصريح له في مطار بيروت أن الفاتيكا لا يدع فرصة ولا مجهودا إلا ويبذله مع كل الدول من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان محامن إسرائيلي من فريق ادعاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة يدعو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى التحقيق في احتمال دلوع إسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمحكمة تجيب بطلب محاسبة المحامي هذا هو مروان دلال وهذه الصورة الوحيدة التي ممكن أن تحصل عليها عند محاولاتك التعرف إليه عبر الإنترنت ولكن من هو مروان دلال؟ بالمختصر دلال يعرف عن نفسه محام ومواطن في دولة إسرائيل وهو من عرب 48 يعمل حاليا كمدير لمركز جروتيوس القانون الدولي وحقوق الإنسان وصابقا من مؤسسي مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بين عامي 99 و2007 مثل دلال المركزين في عدل من الدعاوة ضد الجيش الإسرائيلي أبرزها تلك المتعلقة بهدم القوات الإسرائيلية بيوت فلسطينيين وقتلها لهؤلاء إضافة إلى تقديمه التماس ضد سيبي ليفني إيهود أولمرت وعمير بيرتس وقيادات عسكرية أخرى لمسؤولياتهم في ارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في غز عام 2008 وفي حرب تموز في لبنان عام 2006 الأهم في سرد سيرة مروان دلال الذاتية هو توليه منصبا ضمن مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة حتى عام 2010 هذا في تحديد من هو مروان دلال أما الإجابة عن سبب الحديث عنه راهنا فمختلفة مروان دلال المحامي في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا قدم عام 2011 معلومات إلى قاضي إجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسان تقول باحتمال ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في مذكرته التي رفعها إلى فرانسان لفت دلال إلى أن التحقيق في اغتيال الحريري لم يأخذ باحتمال ضلوع إسرائيل في التخطيط وفي تنفيذ الاغتيال عارضا لتاريخ بعض المسؤولين الإسرائيليين ولمصالح إسرائيل كما يحددها بعض هؤلاء المسؤولين إضافة إلى دلالات تشير إلى احتمال ضلوعها في اعتداء الرابع عشر من شباط استغرب دلال عدم البحث في ضلوعة الأبيب في الوقت التي تعترف فيه إسرائيل بتقديم معلومات تتعلق بالتحقيق إلى المحكمة الدولية مستشهدا بكلام لوزير الخارجية الإسرائيلي أفكدور ليبرمن في عام 2010 ذلك قبل أن يسرد دلال مآث الرئيس الموساد الإسرائيلي مئير دا جان في الاغتيال السياسي في لبنان منذ بداية الثمانينيات وصوابقه بابتداع منظمات وهمية تتبنى مسؤولية عملياته الأمنية انطلاقا من مذكرته المفندة خلص دلال إلى الطلب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تطلب تعاون السلطات الإسرائيلية مع مكتب المدعي العام بهدف السماح لاستدعاء إسرائيليين والتحقيق معهم وللطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلاة طبعا أهملت المحكمة مذكرة دلال هذه الواقع العائدة إلى عام 2011 ضرورية لمعرفة خلفية الدلال غير أن جديده هو في إرساله رسالة أخرى عام 2014 إلى رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد راي ولا رئيس قلم المحكمة والمدعي العام فيها مرفقة بمستندات تحت عنوان محاكمة اختيار رفيق الحريري سلوك غير كامل من جانب لجنة التحقيق هذه المرة لم تكتفي المحكمة بغض النظر عن كتب أصدقاء المحكمة هذه المرة استشاط القاضي راي غضبا لإرسال دلال كتاب له مباشرة ليؤكد أن غرفة الدرجة الأولى لا تستلم أي أدلة ومستندات بشكل غير وجاهي ومن دون أن تطلب هي ذلك كان يمكن لرأي أن يكتفي برد رسالة دلال غير أنه أكمل طالبا من رئيس قلم المحكمة أن يتقدم بالشكوى من دلال أمام الجهات القانونية في إسرائيل ذلك قبل أن يعيد تلاوة عنوان رسالة دلال محاكمة اختيار رفيق الحريري سلوك غير كامل من جانب لجنة التحقيق ليعلق قائلا أعطيكم من خلال ذلك العنوان فكرة عن عدم اهتمام غرفة الدرجة الأولى في تلقي هذه المذكرات غير الوجهية بعد سنوات على بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها مزيد من علامات الالتباس تحدد علاقاتها بإسرائيل وللحديث صلة صدر عن قيادة الجيش مدرية التوجيه بيان جاء فيه أن وحدات الجيش تابعت تنفيذ إجراءاتها الأمنية في البقاع حيث أوقفت في منطقة عرسال شخصا سوريا لحيازته إخراج قيد مزورا وقيادته سيارة من دون أوراق قانونية كما أوقفت مواطنا لمحاولته تهريب كميات من المواد الغذائية إلى جرود المنطقة بواسطة حافلة لنقل الركاب وفي بعلبك طاليا ودورس أوقف الجيش مواطنا مطلوبا للعدالة وأربعة آخرين لقيادتهم سيارات من دون أوراق قانونية كذلك أوقف في بر الياس السوري وليد محمد خير علي حسين للاجتباه في تواصله مع جماعات إرهابية وقد سلم الموقفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء لازم شرب الخليل مجددا يثير البلبلة ويقول لرجال الدين ابقوا بعيدا لم يحتملها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والتي غرد بها مخرج بسمات وطن شرب الخليل وطلب محاكمته وقبل البدء بالقصة لابد من أخذ العلم أن المفتي لا يملك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ولعل من همس له بها قد أضاف من مخيلته عم بتمس بالذات الإلهية هذا اللي عم تعمله عم مس بالذات الإلهية أنا ما عم مس بالشي أنا كل اللي عم بعمله عم عمل مهنة كإعلامة كناقة ساخر عم ضوه على الإسئات اللي عم تعمله هالجماعات الداعشية الإرهبية بحق الدين الإسلامي وبحق الله وبحق الرسول كل الخبرية أنه في خبر تحقيق عن جهاد النكاح بسوريا والعراق نشرينه عدة مواقع إخبارية وبهالتحقيق في صور وروبورتاجات بقلب هالصور في صورة مرة لابسة حجاب بينين ركابة أعدي على تخت في شرشف علي علم الدويعش بمجرد ما أعد نشر هالخبرية بلشوا دويعش لبنان للأسف يقولوا أنه شرب الخليل هو مفبرك صورة وهو مركب صورة ليهين الدين الإسلامي وعلمنا أنه نقل الخبر منه تبني للخبر مكتب خليل ممنوع بالمقتنيات الدينية ولكن قناعته ثابتة في فصل الدين عن السياسة أنا إنسان كتير مؤمن أنا إنسان بحترم كل الديانات ولكن عندي مأخذ على تدخل الرجال الدين بالسياسة وكل شغلي هو انتقاد رجال الدين لما بيدخلوا بالسياسة تبقولوا أنه ما بيندقاد إلا الإسلام لما عملت سكتش عن مرمرون لما إجع على لبنان لهوني وشال الشاط وكبس الزعمة الموارنة خبيط لما مريم العدرة أجت على لبنان هي ومري يوسف وبطل بدوني ولده بلبنان يسوع هم مش مسيحية هم شو بوزين محامي طارق شندب الذي يستهويه الدفاع عن المتهمين بالإرهاب قدم نفسه لتبني الطلب المفتي وتقديم شكوه بحق خليل علما أنه كتب منذ أيام الحكم على شخص بسبب تغريدة يدله على مستوى الاستخفاف بحقوق الإنسان هذا المحامي طارق شندب يا جاهل يا عم يداعي الجهل يا فيه بمخه شيطان لأن الصورة لكل الناس رح يشوفوها هو حسب الديلي ستار حكي معهن يقولون أنه أنا مصور زلمي ومرة عرات بالتخط عم بيمارسه جاهد النكاح ومغطيين براية الرسول يمكن هو بيحلم بهالما شاهد بحب يشوفها عيشها قبل بلايلي وقامت دعا علي بقى عيب عليه أنا بعتقد بعتقد سماحة المفتي منو ما تطلع على الصورة حسب اعتقده وحسب تحليل الخاص منو شايف الصورة ومنو عرف حقيقة الموضوع يلاحقوننا إلى مساحاتنا الخاصة وقد يكون مفهومنا للحرية الشخصية لا يتقاطع ومفاهيمهم يمنى فواز قناة الجديد اهملوا وزارة الأشغال في إنشاء جدار يهدد منازل بالسقوط في بلدة حبوش قضاء النبطية تقرير هادي الأمين هذا أتستراد حبوش النبطية وهذه المباني المقابلة للجسر مهددة بالانهيار لعدم وجود حائط دعم يحفظ الطربة من الانجراف أكثر من عشرة أعوام وسكان هذه المنازل يعيشون حالة خوف من سقوط بيوتهم ووزارة الأشغال غائبة صار ناشية 8 سنين تقريبا ساعة بصفة انهيارات انهيار وردتاني ونتيجة طبعا الشتاء والطربة ووزارة الأشغال لما سقت الأدستراد كان مفروض تعمل حيطان حاضنة لها الأرض دعم حيطان دعم هذا ما عملتو وزارة هذا مسؤوليتها هي من ناشية أول شي في عنا بالبنية 12 عائلة وهذا الحياة قدش تكلفته هاي مسؤولية يعني أول شي وزارة الأشغال تاني شي ما بعرضة بلدية إلى دخلي بالقصة إذا بتشوف أنت تحت شوفها واسق وشوفها عم بيزر من هون الطراب وعم بيزر الأحجارة بيجوا على طول هني بيجوا بالبلدية بالجرافة بيشلون يعني معرضين البنايات اي طبعا طبعا ولكن البنايات هون ما كلها مشاكل البنايات مورا شو ودولة الرئيس لما اجي بانتخابات رئيسة البلدية قالوا لك هيدا الحيط بتكملو كلو للأخير من يوم متى وزارة الأشغال بعدم بيما طلقوا ما عم يجوا يقشفوا مظبوط اتصلنا برئيس بلدية حبوش محمد مكي ليتبين أنه جرى تلزيم شركة متعهدة ولكنها لم تنفذ على الأرض ووزارة الأشغال غائبة لكل القصة وما فيها أنه من أكتر من عشر سنين طول هالفترة هاي ما صار فيه تجاوب لإنشاء هالحيط هيدا بنوعه من أنه تلزم لزمت وزارة الحيط هيدا على أساس ينعمل زب شباطون ارتفاع و 12 متر المتعهد اللي وقع لزم يمكن لزم متعهد تاني إيش بده ينفذ وقت لشيط هالفترة عيبة بطرطة لأنه الدراسة لها الحيط ما تكون درش بطر وتعبنا نحن وزير الأشغال تسابق مرة مرتين على الموقع ووعدوا بحل المنازل المنازل هذه حياة سكانها في خطر وهي معلقة على هذا المنحدر هذا التقرير برسم وزير الأشغال الحالي غازيز عيتر للتحرك من أجل إنشاء هذا الحائط الذي يمنع الإنجراف ولكي لا تقع الواقعة وتسقط أرواح مواطنين في الهاوية أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده لن تتهاون في العمل للقضاء على داعش في سوريا والعراق كما أنها ستواصل عملياتها لمواجهة القاعدة في اليمن والصومال لافتا إلى أن حرب الرئيس السوري بشار الأسد على شعبه أججت العنف في المنطقة أوباما وخلال كلمة له في مؤتمر مكافحة الإرهاب المنعقد في البيت الأبيض قال أن الحرب في سوريا ستنتهي عندما تكون هناك عملية سياسية شاملة لافتا إلى ضرورة مراقبة عمليات السفر والتنقل بين سوريا والعراق ضمن الحرب على تنظيم الدولة وكان مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية قد قالوا للكونغرس أن نحو 150 أمريكيا سعوا للسفر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في ظل داعش والتنظيمات الإرهابية ما هو هي رسالة واضحة قالها الغرب والمجتمع الدولي نحن ندعم داعش والتنظيمات الإرهابية ففي جلسة مجلس الأمن التشاورية المخصصة لليبيا فضل المبعوث الأممي وكل من تونس والجزائر الحوار بين الأفريقاء الليبيين المختلفين على قطع طريق التسلح على التنظيمات الإرهابية وهنا وقع الخلاف في ظل مطالبة كل من ليبيا ومصر بتسليح الجيش الوطني الليبي وتعبير إيطاليا عن استعدادها لتدريب القوات المسلحة المحلية في ليبيا فهذه الدولة الشمال الأفريقية تشكل الخاصرة الصعبة والسيف المصلط على جيرانها إذ يحدها من الشرق مصر ومن الجنوب الشرقي السودان ومن الجنوب تشاد والنيجر ومن الغرب الجزائر ومن الشمال الغربي تونس أما إيطاليا وكما صرح وزير خارجيتها باولو جنتيلوني فهي معرضة للتهديد بسبب الوضع في ليبيا حيث بات داعش في سرط على بعد 200 ميل بحري عن شواط إيطاليا خصوصا بعدما ظهر ممثل دولة طرابلس في فيديو إعدام الأقباط وهو يؤشر نحو الشمال ويقول سوف نحتل روما إذا كانت هذه إرادة الله فيما فرنسا داقت الإرهاب الذي صار قاب قوسين من حدودها أكثر من ثلاثة أعوام على إسقاط حلف شمال الأطلسي لنظام عمر القذافي وبدلا من بناء دولة سلم ليبيا لداعش وفي جولة سريعة على الأرض تتقاسم النفوذ الميدانية في ليبيا مجموعة ميليشيات متطرفة تسعى لفرض سيطراتها على مزيد من أراضي البلاد فيسيطر داعش على مدن النفلية ودرنة وأجزاء من سرط وجزء من بنغازي حيث بدأ بالظهور في ليبيا في تشرين الأول أكتوبر عام 2014 فيما يسيطر تنظيم فجر ليبيا بشكل رئيس على أغلب المنطقة الغربية بما في ذلك العاصمة الليبية ترابلوس ومصراطة وجزء من مدينة سرط ويعد الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الليبي المنتهي ولايته ويرتبط ارتباطا وثيقا بجماعة الإخوان مجموعة أنصار الشريعة تسيطر على مدن بنغازي وسرط وأجدابيا ودرنة تأسست في نيسان إبريل عام 2012 وتدعو إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في ليبيا وتعتمد العلم الذي اشتهر به تنظيم القاعدة شعارا لها فيما بايع كثير من أعضائها زعيم داعش أبو بكر البغدادي في العام الماضي تنظيم مجلس شورى شباب الإسلام ظهر هذا الفصيل في شوارع مدينة درنة الشرقي ليبيا ويدعو إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفي أواء الأكتوبر الماضي أيضا بايع زعيم داعش البغدادي إسلام يكن يعود إلى الأضواء متواعدا المصريين عاد المقاتل المصري في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية إسلام يكن إلى الواجهة بعد التغريدة التي نشرها قبل أيام ويظهر فيها شاهرا سيفا متواعدا قناة القاهرة والناس بالقتل يكن صاحب أكثر الصور انتشارا على مواقع التواصل تلك التي ظهر فيها على ظهر حصانه شاهرا سيفا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مصورا عنه يكن درس في أحدى المدالس الخاصة الفرنسية من سكان حي مصر الجديدة كانت رغبته في أن يكون مدرب لياقة بدنية كان يمضي وقته في التدريب مع صديقه حسام عاطف الذي تعرف إليه عبر شبكة الإنترنت عام 2009 كيفني جاي في الأول بس لما عرف اللي أنا مش جاي وكذا فدني الأمان شوية فهمها نفسه يشتغل ويسفر برا ويقضيها وصاحب واحدة جندا وكذا خالد عادل الضلع الثالث في هذا المثلث ذهب وياكل إلى المدرسة عينها واستمرت صداقتهما إلى ما بعد المدرسة وما كانش في المدرسة ما كانش شئ خلص فيه موضوع بانهندة بعد الجم وكذا نقول مثلا في الجامعة ابتدت الحوار عارف بناته بتاعي كانت ماشي معاه كويس النقلة النوعية في حياة يكن بدأت عندما خسر صديقه المقرب مهاب في حادث دراجة النارية عام 2012 ورأى أن الحادث هو رسالة تحذيرية من ربه فانطوع على نفسه وهجر ملاذات الحياة وحضف جميع الفتيات من حسابه الفيسبوكي أحببت أن أنا يعني أخليه يعني معنا في المسجد برضو يصلي وكذا فأشرت عليه بحفظ القرآن غدا تفضل جيش المصري اعتصامه رابع العدوية بالقوة رأى إسلام أن مصر تنزلق إلى الهاوية من دون رؤية واضحة للإسلام وفي آب عام 2013 اعتكف إسلام في خلوة رمضانية في مسجد محاط بالاحتجاجات وبعد عشرة أيام عاد برؤية جديدة وبعد أيام اختفى ليظهر في سوريا وعلى موقع تويتر ظهر شاهلا سلاحه معلنا ضمامه إلى صفوف التنظيم وبدأ بنشر صور متفرقة له إلى جانب رؤوس مقطوعة الغانيون ينتفضون على انقطاع الكهرباء حاملين تلفزيوناتهم على رؤوسهم ومولدات كهرباء صغيرة خرج الغانيون إلى الشوارع للتعبير عن امتعاضهم من انقطاع الكهرباء إذ إن الأزمة في غانا تعود إلى عام 2012 لكن في الأوين الأخيرة وصل انقطاع التيار الكهربائي إلى 24 ساعة على الرغم من أن غانا بلد غني ذو موارد ضخمة لا يستطيعون الشراء الفيول الخام لتشغيل المولدات هذا هو الأمر على الرئيس مهاما الاستماع إلى الغانيين سنستمر في الكلام حتى يسمعنا وعليه تغيير الطريقة التي يحكم فيها البلاد هذه السيدة تملك صالونا لتصفيف الشعر أقفلت محلها وهي تشكن قطاع رزقها بسبب انقطاع الكهرباء سأعود إلى المنزل من دون عمل سيأتي الزبائن ويرحلون من أين سأجلب المال للعيش لدينا أطفال وعلينا توفير حاجاتهم هذه التظاهرات الحاشدة دفعت وزير الكهرباء الغاني إلى إعلان أنه يتوقع تحسنا في إنتاج الكهرباء قبل النهاية العام وأكد أنهم ينتظرون افتتاح معامل جديدة لإنتاج الكهرباء المركز العالي للرياضة العسكرية يحتفل باختتام الموسم الرياضي للعام الماضي برعاية قائد الجيش العماد جون قهواجي ممثلا بالعميد جورج الهيد وحضور رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلا الوزير عبد المطلب الحناوي أقامت قيادة المركز العالي للرياضة العسكرية حفل اختتام الموسم الرياضي لعام 2014 الحفل الذي عرفه المقدم بول صليبة أقيم في مجمع الرئيس العماد إيميل لحوذ الرياضي العسكري في مارروكوز وشهد حضورا من جميع القطع والوحدات العسكرية من ضباط وأفراد نحن نشارك بـ 18 منتخب مع الاتحادات اللبنان باللجنة الأولمبية وتقريبا بالألعاب الإيطالية نحن أبطال لبنان بالمبارزة والملاكب والمصارعة نشارك نحن بالألعاب الإجمالية التي فيها أجانب عملنا نفس ضمن الموجود عندنا بالجيش اللبناني وعملنا نفس وعملنا نكون أحسن للبنانيين من الموجودين وفي الختام وزعت الدروع بالمناسبة إلى الكؤوس والميداليات على الأبطال المتواجين في المسابقات المحلية والخارجية وختاما مع نبين الصحف اليوم في الصحف اللبنانية والبداية مع صحيفة النهار الحوارات إلى تساع وإعادة تشغيل للحكومة الحريري انتخاب الرئيس المدخل لمكافحة الإرهاب فشلوا هجوم حلب وأسرى من جنود النظام اتفاق أمريكي تركي لتدريب المعارضة السورية أوباما النزاع المذهبي قوة جاذبة للعنف المتطرف في السفير عون للسفير رفض التمديد للضباط ليس سياسيا ولا عائليا منف العسكريين أنصر تحدد مطالبها وداعش ينسحب هدوء حذر في ريف حلب وحديث عن تبادل أسرى التعاون الخليجي ينفي وجود خلافات مع القاهرة مصر وقطر عودة التوتر الأخبار عنوانت المسلحون يسيطرون على معظم رتيان والجيش يستعد لاستئناف الهجوم في ريف حلب فضيحة في رومي ربيع داعش في شمال أفريقيا في الأنوار الحريري للسفراء العرب مكافحة الإرهاب مسؤولية الجيش والقوى الأمنية السلوج على مشارف الساحل قضية تشيكية رئيسة للمحكمة الخاصة بلبنان ننتقل إلى الديار العاصفة الروسية وصلت واشتاحت لبنان والشرق الأوسط حبات البرد غطت بيروت والمدن الساحلية وتشتد اليوم لتنحصر بعد ظهر غد داعش يعدم 150 عراقيا أول استعراض لداعش في ليبيا الإخوان المسلمون في الأردن انقسام وانشطار وترضو قيادات في المستقبل الراعي لجيرو انتخاب رئيس ليس قضية مسيحية الحريري الرئاسة مدخل الاستراتيجية واندي ثلوج وفيضانات علماء السنة العراقيون حزب الله متورط في التطهير العرقي في عنوين البناء الجيش السوري ينجح جنوبا بتكريس الردع بالخروج الإسرائيلي ويستدرج القوات الخاصة التركية للانكشاف في معارك الشمال هيئة تنسيق نقابية وسلسلة الرتب إلى الواجهة مجددا وأضراب في خمس أدار في اللواء مساعي الحريري لفك الاشتباك داخل الحكومة تحقق تقدما تأييد ديبلوماسي عربي لحوار المستقبل حزب الله ولا تفاهم على الرئاسة فشل هجوم النظام وميليشياته على شمال حلب وواشنطن وانقرة توقعان اتفاقا لتدريب المعارضة ننتقل إلى البلد السقيع يلف لبنان والحريري يبشر بحرارة حكومية دمشق مفتاح هدنة حلب في يد داعمي الإرهاب الجيش يواصل تقدمه في الموصل في الجمهورية الحريري مكافحة الإرهاب عبر الجيش لبنان تحت رحمة وندي ماذا عن لقاء فرنجي جعجع؟ الحياة عن ونت الوزير محمد الديري قال للحياة قد نطلب من القاهرة مساعدة الطيران والغرب يتجاهل تهديد داعش تنسيق عسكري مصري ليبي تجدد الخلاف بين القاهرة والدوحة موسكو قلق وتستعجل تسوية في اليمن جيش قبائل شبوى يستعد لصد الحسيين وفي الختام مع الشرق الأوسط مصادر كشفت للشرق الأوسط تفاصيل التضارب في بيانين أصدرتهما الأمانة العامة للمجلس مجلس التعاون يؤكد وقوفه التام مع مصر في محاربة الإرهاب رؤساء هيئة الأركان في دول التحالف ينسقون جهودهم في الرياض مسعى دولي لمواجهة أعلام داعش انصلاقا من الإمارات كان في النشرة في خيمة النزوح ثلاثة أطفال قضوا حرقا الله أحسن من الكل واحد الله إن ربك نعنده أحسن جديد واحد الله سليم وتسلم بين يوهان وواندي ولا مدارس الحريري للسفراء العرب باستراتيجية مكافحة الإرهاب مشروطة بانتخاب رئيس للجمهورية وما تحت حلب أنفاق بمئات الأمتار هاي العبوات هلأ جاهزي للتفجير هاي جاهزي للتفجير تفجير النفق ختم النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة